يعني بلا شك كانت مشاعر رائعة نتابعها في العالم الإسلامي تنتاب معظم ابناء الأمة الإسلامية والحمد لله يعني دعوات الجميع تكللت بالنجاح واستجاب المولى عز وجل لدعوات المتهدين والمظلومين وفاذ أردوغان كيف ترى هذا الفوز الذي يعتبر بالفعل تاريخيا بعد حكم أردوغان لتركيا لمدة عشرين عاما إلا أن الشعب التركي أيضا يجدد الثقة ويمنحه أيضا فرصة جديدة من أجل التنمية والإزدهار في السنوات المقبلة بإذن الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في الواقع أن هذا الفوز طبعا يعني إذا ما قورن بالمدة التي يعني تواجد فيها في هذا الحكم أو في مناصب رئيس وزراء ثم رئيس جمهورية وقبلها رئيس بلدية ورئيس حزب وكذا يعني هذه الفترة الطويلة عشرون عاما تقريبا لا يمكن معها أن يكون هناك فوز سهل كان الفوز صعبا وليس سهلا كانت هناك يعني أدوات إعلامية دولية خطيرة جدا دول الولايات المتحدة إنجلترا ألمانيا فرنسا الاتحاد الأوروبي تقريبا معظمه كان واقف ضد أردغان بعض الدول العربية واقفت ضد أردغان بعض الدول الإسلامية واقفت ضد أردغان بعض الأنظمة كل هذا أثر الكيان الصهيوني طبعا يعني وقف ضد أردغان ولكن المسلمون جميعا كانوا مع أردغان بدعائهم الأتراك الملتزمون وحتى الأتراك الواعون لخطورة يعني فوز رجل مثل كمال كريتشدار وتغيير اتجاه السياسة والاقتصاد في تركيا جذريا نحو التسليم للغرب ووقف الصناعات ووقف الصناعات الحربية ووقف التنمية والانسحاب من سوريا وترك الفرصة ترجمة نانسي قنقر